السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم المهانس جامع امام من قناة سيئول انتقاي طبعا احنا النهاردة هنشوف لو عندنا مليان وده مسبب بطء الجهاز واحنا عاوزين نخفف الحجم بتاعه شوية او نقلل الحجم بتاعه اول حاجة هنخش على مال كمبيوتر او ونلاقي بتاع السي اللي هو بتاع الويندوز موجود عندنا لو هو مليانة تلاقيه طبعا الاخر واللونه بقى تحول الاحمر يعني اتغير من الجزرق للحمر اول حاجة هتخش على وبعد كده تتكي على هيعمل كده معنا وبعد كده هيزقق قدامنا زي ما انتم شايفين اللوحة ديت طبعا اللوحة ديت هتقدر من خلالها ان انت بقى تختار ايه حاجاتك ممكن تتمسح يعني معظم ما بتبقى حاجات كاشية يعني مش مهمة يعني مش هتأثر على الجهاز عندك في حاجة او على ايه برنامج في حاجة معينة يعني فانت ممكن تقرأ كده برضو عشان لو في حاجة مهمة ولا حاجة تشيلها زي هنا مسلا دي كلها لو بتشيلت ما عندهاش اي مشكلة تلاتة جيجا وسبب عشرة وبعدين تقوم مساحهم كلهم طبعا هيمسح حد اربعة وتلاتة من عشرة جيجا ده ده عشان انا يعني مواظب على اني امسح كل فترة ساعات بيبقى اكبر من كده بكتير ممكن تجاه عشرة جيجا عشرين جيجا اه يتعمل لهم في الخطوة دي وده طبعا هيقلل المساحة بتاعته ويحسن الاداء بتاع الجهاز التكة هيحمل لغة ما يخلص بتاعه وكده تمام والمبروك عليك الديسك بقى احسن بكتير شكرا ليكم وارجوا ان انا اكون افدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته